اشتركوا في القناة وقد استقرق الذهاب والعودة الثلاثين يوما فجملت ما قاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة خمسون يوما وفي الطريق مر الجيش بعقبة فاخذ الناس بطن الوادي وصالك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق العقبة ولم يكن معه الا عمار اخذ بذمام الناقة وحذيف بن اليمن يسوقها فتبعوا اثنى عشر رجلا من المنافقين يريدون اقتياله واقتربوا منه جدا وهم متلثمون فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم حذيف ليدرب وجوه روائلهم بمحجن كان معه فضربها فارعبهم الله واسرعوا بالفرال حتى رحقوا بالقوم واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيف باسمائهم وبما ارادوه وسميا بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسجد الضرار وكان المنافقون قد بنوا بقباء مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسادا لمن حارب الله ورسوله وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسلي لهم فيه وذلك عندما كان يستعد للخروج الى تبوك فقال انا على سفر ولكن اذا رجعنا ان شاء الله فلما كان في مرجعه من تبوك ونزل بذي اوان وليس بينه وبين المدينة الا يوما او بعض يوم نزل جبري عليه السلام بخبر المسجد فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرقه وهدمه استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل اهل المدينة ولما لاحت للنبي صلى الله عليه وسلم معالم المدينة قال هذه طابع وهذا احد جبر يحبنا ونحبه وتسامع الناس من اغضمه فخرج النساء والسبيان والولائدة يستقبلونه وينشدون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع حتى دقل صلى الله عليه وسلم المسجد فصل فيه ركعتين وجلس للناس المخلفون المخلفون وجاء المتخلفون من المنافقين يعتذرون ويحلفون فقبل على نيتهم وكل سرائلهم الى الله وجاء ثلاثا من المؤمنين السادقين كانوا قد تخلفوا عنه وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فصدقوا ولم يعتذروا فأمرهم أن ينتظروا حتى يقضي الله فيهم وأمر المسلمين أن لا يكلموهم وتقير لهم الناس وتنكرت لهم الأرض وداقت عليهم أنفسهم وأظلمت عليهم الدنيا فلما تم على ذلك أربعون يوما أمرهم أيضا أن لا يقربوا نساءهم حتى إذا تم خمسون يوما أنزل الله توبتهم فقال وعلى الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع من الله أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ففرح المسلمون واستبشر المخلفون واستبشر المخلفون فبشروا وأبشروا فبشروا وأجازوا وتصدقوا وكان أسعد يوم في حياتهم ونزلت آيات فدعة المنافقين وكشف صرائل الكاذبين وبشرة المؤمنين الصادقين الحمد لله رب العالمين كان رجوعه صلى الله عليه وسلم عن تبوك في شهر رجب سنة تسعة حجرية وتوفي النجاسي أصحم بني الأبير ملك الحوشة في هذا الشهر فصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة القائب في المدينة ثم توفيت أبنتهم كرثوم في شهر شعبان سنة تسعة حجرية فصلى عليها ودفنها بالبقيع وحزن عليها حزنا شديدا وقال العثمان بن عفار رضي الله عنه لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها وفي ذا القاعدة سنة تسعة توفي رأس المنافقين عبد الله بن أبي فاستغفر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاول عمر رضي الله عنه أن يمنعه عن الصلاة عليه فأبا ثم نزل القرآن ينهي عن الصلاة على المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لقياس كله كان وانصر لنا صحيوه كله عد الثلاثين يوم تم وعشرين يوم اللي تقصيين كل الالان قيبه من المدينة المناورة خمسين يوم عليها ودي بقى بي اندى قيس الله سلم اكان دبر عقبات لبديبة وواد على وتو اكان العقبات لبديبة نصال نبي صلى الله سلم ولا ديش كله بوادي قيسة مسلوك الوات نفر علو عمار علاباكوح زيفا بن اليمن ارلن اتوال علو وارقيل اللقل علا صلى الله عليه وسلم واكم سرقو من منافقين عصر كلوت نفر طبعوو اصروا قيسة علو ولا نيتهم هينين المقصدون قل النبي صلى الله عليه وسلم اختيار قل دولو وقصولو لحد علو والله سبحانه وتعالى قل النبي صلى الله عليه وسلم كشف قل الامر نا يكشف قلوم وقل اللي حزيفا لأقيوب ايضا يو قيسون كان دقزكا قل اللي محجان دي بديهول على أبولا قد أطاء راحي لتو من زهوم دبات وطول لبا اذن حسين اه حزيفا قلقين كم صلى الله أشار قلقلون رعوب ربك رديبهم وفارهو واقبلو واندلسعو بجماعات لكين العلو والو معرو وآه النبي صلى الله عليه وسلم هييني قل حزيفا بن اليمن باسمى يوم سميوا اسميوا لأيوا ولمن عسبة اللب هييني صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعنا بعل مستير النبي صلى الله عليه وسلم لعلا اللي حزيفا بن اليمن عنده اه حقوıyoruz النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل مسجد درار على المسجد للهدمة بدير اندا بقر منافقين اه دي قباء مسجد بنو مسجد القبلات بنو تفريقبن رائع المسلمي والمؤمنين مشاكل اللي يدو اندا بيت لو والنبي صلى الله عليه وسلم مندا فقر اندا جايش السكتبو اندا polycamera واندا با يؤلو وانا دي بسفر اللي هيك 어떤 اقبل ان شاء الله بي يليه من النبي صلى الله عليه وسلم ينت sollى ان كان مقابل اكان اا اوان نتبهر كمسان الباطحاد يباك مسان كارا واحي مات ايو ان جبريل مات ايو الاسسر اللهم لا كان تمر على دي باياني لكان للنبي صلى الله عليه وسلم اللي وحي بلل يعان خبرنا اللي مسجد الادرار لباطحيو دي با اكان الا مسافة يوم لا تتقياس او يوم او سار يوم لا تتقياس من المديرة من وراء علت جبالا كان لجبريل كان رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم وقصليه بالأمرنا اللي مسجد المسجد كمسجد لتقوات بنوه يكون مسجد نايد دراردو وجماعات لأكاه هدمو وانجدو النبي صلى الله عليه وسلم سبل المدينة المنورة كمسل ما النبي صلى الله عليه وسلم ظهر وشبه لطيباتا بيلا وقال له وحطوا دبروا مفتيوا مفتينا بيلا وقال له الأخبار كله تنشرها ولا نصف فقراء ولا جنيت فقراء ولا ولاد فقراء كله الأدام دل استقبله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعا ندلب له كبتو والنبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبو إلى أتاء وركعتين سلديه وتقص قسوين أنتو لا المتخلفين لعلو كلهم مطأ ولا صادقين لعلو ولا كاذبين لعلو ولا كاذبين لعلو المتخلفين المنافقين بزاه الرقيا هم نساء ولا نايا سريرتهم ونايا قوفهم نايا جوا لقرب العالمين أدممنا ومنهم هي أني سلس نفر على ومن الصحاب يمن الصحاب الذا تخلو فهم على وطم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية لم على ولم هي يحتزروا لأنه زروف حالة قلهم والنبي صلى الله عليه وسلم أدمموا منهم أسكمة أمر الله سبحانه وتعالى وأمرهم للحكم ولقدام قلهم يهتهاقوهم وداموا منهم بلهم قلاء قدام نتهقوهم يعلوا أورا تهقوهم يعلوا أورا صديهم يعلوا وهتهم مرة شاقلوا وأروحتهم دائقة بهم والدنيا دائقة بهم وأربعين يوم حقها اليمن أنسكم تقربوا بلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسين يوم الله سبحانه وتعالى دير تبريئتهم آيات كرة دير سورة التوبة والله سبحانه وتعالى لبل وعلى الثلاثة الذين قلفوا حتى إذا داقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا داقت عليهم الأرض بما رحبت وداقت عليهم أنفسهم وذنوا وذنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم لو كدل المسلمون فرحوا واستبشروا ولا بشارة مدقتهم واستفار ودوا وصدقوا وخير ودوا ولا منافقين هيينين ربي العالمين فضحيهم ولا نيتهم ولا سرائرهم كلوا تأمرا وأرحمد لله رب العالمين لصادقين منا ومؤمنين كم سلت بيّنوا ديب اللي ورح اللي لشهر رجب ديبو سنة تسعة هجرية ديب اللي ملكنا الحباشة وفا أصحمة بن الأبجر توت موتا والنبي صلى الله عليه وسلم سلاة القائب سلت ديبو 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 المدينة المنورة وكما بدير لبينها إلا السلاة الوحيدة نبي صلى الله عليه وسلم منتبوكم سلت أقبالها سلت ديبو ديب اللي ورح اللي رأس المنافقين عبد الله بن أبي موتى و النبي صلى الله عليه وسلم أستغفر أقلو وسلت ديبو و عمر بن الخطاب حاوله أقلو بن عقيد السلت ديبو و النبي صلى الله عليه وسلم هيني أبا أقلو وسلت دي وستغفر أقلو حقها آيات من قرآن كرأت السلاة ديبو منافقين لتمنع و أنهي يقلو السلو ديبو منتبو الآيات كرأت اللي حلقة اللي ديبو اللي حلقتناي تبوك لكالأيد تكفال لكالأيد ديبو اللي صار سيد ديبو اللي انتهيتها الليت و الكفال اللي تمطلها الليت كل ما حاولها القزوات قلتك بعتو هذا اللي آخر قزوات عردته و كمسألك إن انتهيت قزواتنا يتبوك لحلقات ولا كفال رقم مية واحد وخمسين استغفر أقلو حلقات اللي تمطلها الليت لحنو أمان السلام عليكم و رحمة الله و بركاته